ايضا حدد خصائص القطع المكافئ ومثل منحناه القطع المكافئ ده لو انا كتبته كده ي ناقص 4 تربيع يساوي 20 في اكس زائد 2 هل دي معادلة قطع مكافئة على الصورة القاسية فعلا معادلة قطع مكافئة على الصورة القاسية قوس الواي عليه تربيع في اوه قوس للواي عليه تربيع والمعامل وي واحد شايف الواي قدامها واحد مقدماش اي عدد بعدين عشرين عدد اهو مضروف في القوس اللي هو اكس زائد 2 واللي اكس ومعاملها واحد صحيح يعني الصورة القياسية ايه وي ناقص كا تربيع يساوي 4 سي في اكس ناقص اتش يعني ده على الصورة القياسية طب ده اتجاه ايه اتجاه افكي لان التربيع على الواي طالما التربيع على الواي يبقى الاتجاه افكي لو التربيع على الاكس يبقى الاتجاه رأسي طب لما الاتجاه افكي يفتح يمين ولا يسار يتوقف على قيمة السي مجابة ولا سالبة لو قيمة السي مجابة يفتح يمين لو قيمة السي سالبة يفتح يسار واضح هنا انه قيمة السي هتطلع مجابة ليه لان الاربعة سي بعشرين الاربعة سي بتسوي عشرين موجب لما تقسم على الاربعة في الطرفين تطلع لك السي بتسوي خمسة لموجبة يبقى الاتجاه افكي ولا رأسي افكي طيب يفتح يمين ولا يسار يفتح يمين يفتح يمين ليه لان الاتش موجبة يفتح يمين طيب الرأس الرأس كم وكم الرأس احنا قلنا هي اتش وك الاتش هي اللي ويها الاتش او اكس رأس اتش تقول لي دبطي اكس زاد اتنين اقول لك تبقى الاتش بسالب اتنين عشان يبقى سالب سالب اتنين مش دي مجاب اتنين يبقى الاتش كانت بسالب اتنين طيب نيجي نجيب الكي مش دي سالب اربعة هنا وي نقص اربعة نواي نقص اربعة تبقى الكي كانت باربعة عكس الاشار يبقى انا حددت السي وحددت الاتجاه افكي وعرفت ان يفتح يمين وحددت الرأس ممكن تطلع بقى الخصائص او تبدأ ترسم الان بكيفك تبدأ ترسم وتطلع بقى الخصائص اول خاصية بعد الرأس عطول البقرة طب هو يفتح فين يفتح يمين يبقى البقرة H زائد C هتحرك افقي يبقى زود على الافقي وكسبت H بسالب 2 زائد C بخمسة يبقى سالب 2 زائد 5 يبقى 3 و4 حددت البقرة محور التماثل محور التماثل ايه مش ويا افقي يبقى محور التماثل افقي طب لان معادلة الخط الافقي ويساوي ويساوي ايه ويساوي K يعني اقدر اقول ان معادلته ويساوي اربعة بعد ما حددت محور التماثل احددت الدليل طب مش محور التماثل افقي يبقى الدليل رأسي X بتساوي H نقص C شوف هنا في البقرة زائد C هنا في الدليل ناقص C لما يكون أفقي بيبقى التعديل في الـ X لما بيكون رأسي بيبقى التعديل في الـ Y بيبقى التعديل في الـ K لما يكون أفقي بيبقى التعديل عند الـ H لما بيكون رأسي بيبقى التعديل عند الـ K X ناقص H يعني X تساوي H بسالب 2 ناقص 5 يبقى سالب 7 X بتساوي سالب 7 طول الوطر البقري دي ما فهاش دي سهلة جدا مش محتاجة تفكير هي بتساوي القيمة المطلقة الأربعة أربعة في خمسة بعشرين يعني القيمة المطلقة للعشرين يعني بتساوي العشرين أبدأ أرسم بعد ما خلصت البيانات دي أبدأ أرسم تعالى نرسم يبقى أنا عندي محور X محور Y وهذه محور X وهذه محور Y نرسم اول حاجة الرأس سالب اتنين سالب اتنين هيه شوف سالب اتنين هيه واربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا ممكن نحرك ده شوية الاسفل تعالي نشوف الرأس فين نزبط سالب اتنين واربعة سالب اتنين اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة دي الرأس سالب اتنين واربعة بعد ما حددت الرأس سالب اتنين واربعة احدد البقرة كيف احدد البقرة ممكن انا جايبها هنا انا حسب تلاتة اتنين واربعة ممكن طالبوا لي لا انا هروح خمس وحدات لليمين وارسم البقرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وقولي هنا البقرة اللي هي طلعت كام تلاتة واربعة تلاتة واربعة ثلاثة من هنا ورجع اربعة هي نفس البقرة هنا سالب اثنين واربعة سالب اثنين واربعة يبقى انا مشيت خمس وحدات وبعدين حطيت نقطة جهة اليمين هي دي البقرة خمس وحدات طالب يقول لا مش همشي خمس وحدات انا هحسبها كده اتش زائد سي وك فعلا طلعت ايضا تلاتة واربعة هي هي انا هرسم ويفتح يمين بقى طلاب ترسم عشوائي كده لا انتبه طول الوطر البقري عشرين يبقى من عند البقرة عشرة لأعلى عشرة الاسفل عشان ترسم الوطر البقري يبقى اثنين اربعة ستة تمانية عشرة هنشيل دي خالص همش عايزينها هنشيل دي كمان يبقى عشرة يبقى اثنين اربعة ستة تمانية عشرة هنا اثنين اربعة ستة تمانية عشرة هنا وهبدأ ارسم القطع شوفها ترسم القطع ازاي رايح في هذا الاتجاه طول الوطر البقري شايف الوطر البقري الوطر البقري هنا طوله عشرين هو ده طيب بعد ما حددت الوطر البقري خلاص وحددت البقرة هبدأ ارسم محور التماثل فين محور التماثل ها وين محور التماثل محور التماثل هنا مرّ بالبقرة ومرّ بالرأس ومحور التماثل معادلته بما انه افقى اقدر اقولك ان معادلته وي تسوي كام وي تسوي وي تسوي اربعة فعلا المعادلته هي وي سوي اربعة فين الدليل ارجع من الرأس 5 وحدات وارسم الدليل 2,3,4,5 ومن هنا Eduardo rs Success حيث انه رأسي كحابية معادلته ستجد بذلك سجد ذلك دعوك outs علمتها اصلا هي اكس تسوي سلب 7 اقول لك راتي تجيبها من الرسم او تجيبها من القانون هي هي اكس تسوي سلب 7 طول الوطر البقري 20 هل هذا هو مين الى؟ هل هذا هو مين الى؟ والمعادلته ايه؟ اكس تساوي سلب 7 هه مين؟ هه محور التماثل ما معادلته؟ ويساوي ويساوي كم؟ ويساوي اربع لانه قفك دي مين دي الرأس سالب اتنين واربعة هذا هذه البقرة اتنين واربعة ده الوطر البقري اللي طوله ايه عشرين وبقى انا كده رسمت الرسمة وطلقحت الخصائص نشوف تدريب اخير على نفس الفكرة تدريب اخير y زائد خمسة تربيع y زائد خمسة تربيع تساوي 24x ناقص واحد دي على الصورة القياسية مظبوط قطع مكافئة على الصورة القياسية اتجاهه افقي لان التربيع على y شوف اكتب الصورة القياسية y ناقص k لكل تربيع يساوي 4c في h في x ناقص h x ناقص h طيب يبقى اللي 4c بكم اللي 4c شباب اللي 4c بتعديلها 24 من هنا تقدر تقول ان c بتساوي كان بالاسم على الاربع في الطرفين يبقى c بتساوي 6 هي وستة موجبة يبقى يفتح افقي يفتح يمين لان من السي موجبة طيب الرأس الرأس اللي هي h و k ممكن تكتب h و k وممكن تكتب الرأس الرأس تساوي h و k طيب h هي اللي و هي مين h هي دائما و هي x y زائد 5 يبقى x الدليل معادلة الدليل وبعد معادلة الدليل الوطر البقري الوطر البقري 4c يعني الاربع بستة باربع وعشرين يعني القيمة المطلقة الاربع وشنطل اربع وعشرين ده طول الوطر البقري طيب البقرة البقرة احنا قولنا ستبقى h زائد c و k لان هو يفتح يمين يبقى الحركة بتبقى مع محور x اللي بتتغير لان يبقى تحرك يمين يبقى x يبقى h زائد c 1 زائد 6 يبقى 7 و سالب 5 معادلة محور التماثل بما انه اتجاه افقي يبقى محور التماثل افقي يبقى y يساوي y يساوي y سابتة y بتساوي السالب 5 y بتساوي k طب الدليل الدليل هيبقى رأسي x بتساوي h نقص c h نقص c يعني نقدر نقول ان x بتساوي h 1 نقص 6 1 نقص 6 1 نقص 6 سالب 5 وبقى انك اطلعت الخصائص المعلومات المعلومات اللي في المنطقة هي اللي بارسم بيها بالضبط اللي بتحتاجها في الرسم والمعلومات دي ممكن اطلعها من الرسم دعا نبدأ نرسم الان محور x ومحور y هذه محور x هذه محور y الرأس 1 سالب 5 هذه الواحد 1 نرسم الرأس مرة اخرى 2-1-5 سلب 1 سلب 1 سلب 2 سلب 3 سلب 5 هذه الرأس يفتح يمين يفتح يمين البقرة أمشي 6 واحدات يبقى 1 2 هي البقرة البقرة بقت كم؟ 2 3 4 5 سلب 7 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 سلب 8 سلب 7 لأن طول الوطر البقري كام 24 سلب 7 سلب 8 سلب 8 سلب 8 سلب 8 سلب 9 ثم 5 6 7 8 9 10 11 12 هنا نقطة وتحت 1 2 3 4 5 6 7 12 نقطة وحط نقطة زي دي وابدأ ارسم عليها بهذا الشكل يبقى كده الرسمة طبعا الصفحة بتاعتنا ما كفتش شبه دقيقة هيبقى طول الوطر البقر اللي هنا شايف اللي هنا ده هيبقى طول أربعة وعشرين واحدة طفن محور التماثل لما تحب ترسم محور التماثل هذا محور التماثل يمر بالرأس ويمر بالبقرة ومعدلته لانو افق ويساوي كم ويساوي كم ويساوي ويساوي سلب 5 سلب 1 سلب 2 سلب 3 سلب 4 سلب 5 يبقى معادلته ويساوي سلب 5 لانو افق معادلته Y يساوي سلب 5 طفني الدليل أريد أن أرسم الدليل أرجع من عند الرأس كم وحدة 6 وحدات مثل 1, 2, 3, 4, 5, 6 هنا يترسم الدليل بما أن الرأس X تساوي سلب 1, 2, 3, 4, 5 يبقى X تساوي سلب 5 هذا الدليل لأنه سلب 5 ثم أنا جايب أهو X تساوي سلب 5 لا يوجد تغيير كل اللي أنت جبته من الرأس أو طلعته عن الرأس موجود هناك خصائص البقرة محور التماثل الدليل الوطر البقري لا يوجد فرق بين أنك ترسم أولا وتطلع الخصائص لبقرة ومحور التماثل ودليل الوطر البقري أو تطلع الخصائص الأول وبعدين ترسم النتائج واحدة وبكده نكون انتهينا من المجموعة الأولى من التدريبات إلى اللقاء في المجموعة الثانية من التدريبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته